اشتركوا في القناة او حساسية ضد نوع معين من الطعام او لاسباب جينية وراثية كما تتعدد العلاجات المنزلية التي يمكن من خلالها التخفيف من حدة الالم ومنها الثوم وفي هذا الموضوع سنتحدث عن فوائد الثوم للأذن وكيفية استخدامه فوائد الثوم للأذن تتجلى فوائد الثوم للأذن بخصائصه المضوضة للالتهابات الى جانب قونه مسكنا جيدا للألم ومطهرا للبكتيريا والفطريات والجراثيم لذا ينصح بتناوله بأي شكل من الأشكال سواء بإضافته إلى الطعام وطهيه او بأكله نياء او مع الخبز كيفية استخدام الثوم للأذن ويكون ذلك من خلال وضع فصة الثوم الصغير مقشر داخل الأذن ليلة كاملة وإزالته صبيحة اليوم التالي مع التأكد من تثبيته جيدا لعدم انزلاقه داخل الأذن صنع زيت الثوم من خلال طبخ ثلاث فصوص من الثوم في ملعقتين متوسطتين من زيت السمسم حتى تتحول إلى اللون الأسود وتصفية المحلول مباشرة واستخدامه وهو دافئ عن طريق وضع أربع قطرات منه في الأذن المصوبة غلي ثلاث فصوص من الثوم في كمية صغيرة من الماء لمدة خمس دقائق ثم سحقها وإضافة القليل من الملح إليها ووضع المعجون المتكون في قطع صغيرة ونظيفة من القماش ووضعها على الأذن المصوبة لمدة لا تقل عن الساعة حتى يخف الألم تناول ثلاثة فصوص من الثوم النياء يوميا فوائد عام للثوم جيد لصحة القلب فهو يحارب أمراض القلب المختلفة من خلال تقليل نسبة الكوريسترول في الدم تخفيض معدلات ضغط الدم ومقاومة كومة الجثورة الحرة والمركبات غير المستقرة التي تتكون أثناء عملية الهض علاج تضخم البورستاتا فقد أثبتت الكثير من الدراسات أن الرجال الذين يتناولون الثوم أقل عرض بالإصابة بمرض تضخم البورستاتا بالمقارنة مع الرجال الذين يتناولونه بكميات قليلة علاج مرض التهاب القدم الرياضية من خلال التخلص من الفطريات والبكترية المسببة له مقاومة السرطان لإحتوائه على نسبة كبيرة من مادة السلينيوم مقاومة السرطان لإحتوائه على نسبة كبيرة من مادة السلينيوم التي تقضي على الجثور الحرة تقوية جهاز المناعة في الجسم علاج نزلات البرد والإنفلونزا من خلال شرب مغليه مع أوراقة زعتر الطوزجة تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تقليله لنسبة الجيلوكوز والكوريسترول في الدم لذا ينصح مريض السكر بتناوله باستمرار تحسين نمو الشعر وعلاج بعض المشاكل التي يتعرض لها من تساقط وتقصف انقاص الوزن فكثيرا ما يستعمل في بعض الخلطات والوصفات التي تساعد على حرق الدهون أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو